اشتركوا في القناة باحثة بمعهد البحوث المتداخلة في العلوم القانونية طبعاً تكون الجلسة العلمية بعد المدخلات مشفوعة بلقاش مع القاعة تفضل أستاذ ليلا شكراً أميل عصلاً مرحباً بكم أنا سعيدة جداً بلقائي بعديد من الطلبة المتاعي على المستوى الشخصي ولكن بلقائكم الكل للحديث عن الطرق البداغوجية لتدريس حقوق اللاجئين ولكن حقوق اللاجئين هما جزء من حقوق الإنسان والتوقيت هذا بالنسبة لي مناسب جداً خاصة أن كلية العلوم القانونية في العودة الجامعية تفتتح ماجستير جديد في حقوق الإنسان والقانون الإنساني وماجستير جديد في القانون الجزائي والعلوم الإجرامية وفي الإطارة هذا نحن انطلقنا في تجربة جديدة في مجال التدريس وهي تجربة لكلينيك جوريديك العربية يقولوا ترجمة العيادة القانونية ولكن لماذا ترجمة صحيحة تماماً؟ لا تؤدي الفكرة تقولوا طريقة التدريس لكي تكون مركزة على الحالات التطبيقية لذلك كيف نرى عديد من الزميلات والطلبة اللي هما تابعوا التدريب هذية ماذا يعطيني معتها شحنة أكثر بش أحسن نواصله في الاختيار اللي قمنا به في الكلية ويظهر لهذية خيار المستقبل معتها إذا كان نحبوا أن التكوين المتاعنا يبقى دائماً تكوين عنده جودة عالية يجبنا نطوروا طرق التدريس ما يكفيش كونه نفتحوا شهائط جديدة لكن يجب خاصة نركزوا على جودة التعليم متاعنا ووعية الشهائط اللي احنا نعطيوهم للطلبة متاعنا إذا كانوا نحبوهم من هاراخر يكونوا فاعلين في المجتمع متاحهم خاصة أنه مشكل اللاجئين هو مشكل بشيد فاقم لأنه احنا اليوم كنا نحكيو على اللاجئين خاصة أن نفكروا في اللاجئ السياسي لكن اليوم وغضوة وبعض غضوة اللاجئ سيكون أكثر اقتصادي ومناخي لأنه للأسف مع التقالبات المناخية وعدم احترام البيئة اللي احنا قاعدين نعيش فيها مشتعتينا في المستقبل دفاغ معتها موجات سبال الغرادية من اللاجئين اللي هم بشيكونوا مما هي أخرى إذن يجبنا نكونوا متهيئين لهذا المستقبل اللي للأسف ما هوش ورد لي أنا نحبش نطول أكثر في التقديم نحب خاصة نركز على مدخلات الأساد خالد الميجري مثلا كريستين فلاماو اللي ممشي حطرنا عن طرق بيداغوجية جديدة تفاعلية لتدريس حقوق اللاجئين نبدأ بالأساد خالد الميجري اللي هو أساد مساعد بكلية العلم القانونية والسياسية والاجتماعية في تونس وهو ولد الكلية هذي نفس بحكي وليه غادرنا لفترة ولكن رجعنا بالدكتورغان ونحن سعيدين به كثيرا بشي تحدث على قاعدة بيانات حالات تطبيقية حول قانون النجو كوسيلة بيداغوجية جديدة خالد لك المصدح لمدة 20 دقيقة شكرا شكرا لسيدة العميدة شكرا للجميع وشكرا على هذا الحضور المكثف وهذا الاهتمام وأنا سعيد اليوم بالحديث في هذا الجمع اليوم أقدم قاعدة بيانات حول تجارب تطبيقية ناجحة لقانون النجو سأتحدث قبل كل شيء عن هذه الفكرة هذه الفكرة التي ولدت في مكتب ولدت في مكتب بالمعهد العربي لحقوق الإنسان كنت مارا من هناك عابرا في كلامي عابر فقبلت صديقة سنة وتحدثنا عن طريقة لإضفاء فعلية وفعالية لتدريس قانون اللجو لأن العديد من الناس لا يثقون تماما في هذا الفرع من فروع القانون وسأتحدث عن ذلك فيما بعد العديد لا يثقون تماما في هذا الفرع من فروع القانون وهو شيء أصبح اليوم منتشرا كثيرا فأجبتها بأنه بالإمكان الاستفادة من العديد من التجارب الأخرى المناثلة ولكن في فروع قانونية أخرى لأنه أنا ما نحبش أن تكون المسألة معناها فيها النوع من التعمية عن شيء أو التورية بالنسبة لشيء لأنه كنت أنا في تلك الفترة قد حذرت في مؤتمر دولي حاول تدريس القانون الدولي الإنساني وتعرض هذا المؤتمر إلى تدريس القانون الدولي الإنساني اعتبادا على حالات تطبيقي وكانت الفكرة فكرة دافعة عنها فقيه معروف جدا على مستوى القانون الدولي الإنساني وهو الفقيه ماركو ساسولي وقلت لما لا نستفيد من هذه التجربة على مستوى قانون اللجوء وعرضت هذه الفكرة ولاقت الاستحسان من قبل الجميع وانطلقنا في التفكير في كيفية جعل هذه الفكرة واقعا حقيقيا معاشا ما هي هذه الفكرة وما هي الضرورة من إنشائها أولا هناك فكرة في أذهان العديد من الناس هو أن القانون الدولي عموما ينقصه الفعالي القانون العمومي الدولي القانون الدولي العام قانون ينقصه الفعالي والجميع يتحدث عن هذا لما تخرج أنت إلى رجل الشارع لما تتحدث حتى إلى طلبة السنة الأولى الجميع يخرج هذه الحجة الدامغة في نظر البعض أن القانون الدولي هو قانون غير مفعلا وهذه الحجة تصبح شبه قاطعة عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي الإنساني القانون الدولي الإنساني الذي يتعرض إلى الحروب الحرب هي خرق للقانون فكيف تتحدث عن قانون في هذا الإطار لذلك هذه الحجة هي حجة العديد من الناس تستمع إليها والعديد من الأساتذة أساتذة القانون الدولي تحاول الإجابة عنها وغالبا ما تكون هذه الإجابة عن هذه الحجة هي إجابة منطقية نسبة إلى علم المنطق ليس منطقية بمعنى عقلة مقنعة هي إجابة منطقية بمعنى أنه مجرد تحليل لمعطيات لكبريات وصغريات والإجابة تكون النظرية بحتة هذه الإجابة مقنعة لأنه لإثبات وجود القانون الدولي عنوماً وقانون أي فرع من فروع القانون من الممكن إيجاد هذا النوع من الإجابات ولكن هذا النوع من الإجابات على ما له من قوة ومن حجة يبقى في أذهان طلبة من داريسي القانون سنة أولى أو ثانية أو حتى ثالثة من داريسي القانون تبقى إجابة نظرية لكن في التطبيق لا وجود لهذا الفرع من فروع القانون وحتى الباحثين في ميدان القانون نعرف ما نعني العديد من الباحثين أنا منهم الباحثين في ميدان القانون نتعامل مع هذه المسألة مع قانون اللجوء مثلاً أنا اشتغلت على قانون اللجوء لكني تعاملت مع قانون اللجوء على المستوى النظري البحث يمكن أنا نفسي ليست لي حالات تثبت صحة ما أقول أنا نفسي أجد نفسي أدافع عن فكرة وعندما يواجهني شخص ويقول لي هذه الفكرة طيب نظرياً قانونياً ممكنة ولكن على مستوى الواقع لا تطبيق لذلك فلا أجد أي معطى ثابت يكرس ما أقوله من كلام إذن فكرة عدم فاعلية القانون الدولي عموماً والقانون الدولي الإنساني خصوصاً وقانون اللجوء كفرعاً من فروع القانون الدولي الإنساني بالأخص هي فكرة منتشرة ممكن ضحظها نظرياً ولكنها بحاجة إلى دعم على مستوى الحالات التطبيقية هذه الفكرة الأساسية التي انطلقنا منها وبالتالي أصبح تعداد أمثلة وهنا سأتي إلى صميم الموضوع أصبح تعداد أمثلة تطبيقية لهذا القانون من بين الحجج التي وإن كانت على المستوى المنطقي معنا لما نتحدث كعلماء منطق وقلت لا لا يمكن أن لا يعتدوا بالرجال على الحق متعرفوها لا يعتدوا بالرجال على الحق إنما يعتدوا بالحق على الرجال إذن الحجة المنطقية تعالوا الحجة التطبيقية لا هنا أنت تتعامل في إطاري في إطاري ماذا؟ في إطار درس تقدمه لطلبة ونعرف أننا لكنا هنا وأغلبنا من المدرسين نعرف أن الطالب عندما لا يقتنع بجدوى المادة معناها الطالب دائما العلم القانون ما هو؟ هو علم تطبيقي في آخر الأمر الطالب هنا حتى يأخذ معلومات ليطبقها عندما يقتنع بأن هذا الفرع من فرور القانون هو فرع نظري ندرسه لندرسه الفن للفن لا الطالب لن يكون مقتنعا بهذا الفرع وبالتالي لا يمكنك أن تلقى مختصين في هذا الفرع ولا يمكنك أن تلقى عباد تدافع عن هذا القانون وبالتالي من المهم أن تكون هناك أمثلة تطبيقية أين سنضع هذه الأمثلة التطبيقية؟ أقترح أن تكون هذه الأمثلة التطبيقية فيما بعد سأقول كيف ستعرض ولكن أقترح أن يستعملها أن يستعملها المدرس في درسه في موضعين الموضع الأول هو موضع مقدمة وغالبا عندما يكون هناك درس حول قانون اللجوء كأي درس حول القانون الدولي عموما هناك نقطة أساسية في المقدمة هي إقناع الجميع بجدوى ما نقوم به إقناع الجميع بجدوى ما نقوم به وبجدوى ما ندرسه ولإقناع الناس بجدوى ما ندرسه من الضروري أن تكون هذه الحالات التطبيقية موجودة ولكن لاحظت أنه أنا نفسي عندما حاولت أن أعد مشروع لدرس في قانون اللجوء وجدت أنه لا وجودة لحالات تطبيقية ومن الضروري أن أسعى وأبحث عن حالات تطبيقية أين سأجد هذه الحالات التطبيقية؟ في كل مكان وفي غير مكان هذه الحالات موزعة على أصحابها أولا الناس التي عاشت هذه الوضعية وعلى جمعيات مختصة على منظمات غير دولية على منظمات حكومية على غيرها مما يمكن أن يعتبر مصدرا للمعلومة في هذا المجال ولكنه مصدر للمعلومة هاكم تراوه معناها إكلتي موزع ففكرت في أنه يمكن أن تكون هناك هذه القاعدة التي يستعملها المدرس لأولا إقناع الطلبة بأهمية دراسة هذا الفرع من فروع القانون وثانيا حتى يستعملها كأدلة أيضا لأن أنا بالنسبة إلى هذا الفرع بالذات من فروع القانون وهو الفرع القانون الدولي الإنسانية عموما بالمعنى الواسع للقانون الدولي الإنسانية هذا الفرع من فروع القانون هو قانون ممارسة ويتطور بالممارسة هذا حتى الفقه في هذا المجال وهذا ما قاله قال أن هذا الفرع يتطور بالممارسة والممارسة غالباً ما يحسرها رجال القانوني في فقه القضاء في حين أنه أنا لا أرى أن الممارسة من فقه القضاء فقه القضاء مصدر من مصادر القانون والممارسة شيء آخر فيكتفي المدرس بالاستدلال مثلا على حجية شيء ما أو فكرة ما أو مادة ما من مواد القانون بتطبيقاتها فقه القضائي وغالبا ما يتحدث عن القانون عن التطبيقات فقه قضائي فهنا السعي كان إلى إيجاد نوع آخر من أنواع تطبيق القانون وهي الحالات الحالات المعيشة الممارسة يمكن أن يؤثث حصة أولى في المقدمة ويمكن أن يؤثث جميع الحصص بمعنى أن الأستاذ عندما يقدم المعطى يقدم مثلا فصلا من فصول اتفاقية جونايف حول قانون اللجوم أن يقدم تطبيق فقه قضائي لهذه المسألة وأن يقدم ممارسة من ممارسات الدول حول هذا الموضوع ومن شأن أن يقول للناس أن يقول للطلبة أن هذا القانون هو فعلا يطبق لا فقط على مستوى القاضي وإنما أيضا حتى على مستوى السياسات التشريعية في الدول السياسات عموماً في الدول وعلى مستوى حالات معيشة كيف سيقدم هذا المشروع؟ سيقدم في شكل قاعدة بيانات بس دوني لتوسقوا لحالات لحالات ناجحة من عملية تطبيق القانون قانون اللجوم إن على الصعيد الدولي أو على الصعيد الداخلي سوف يقع ماذا؟ نقول كله في المستقبل لأنه نحن نتحدث عن فكرة نتحدث عن فكرة سوف يقع أولاً تجميع هذه الحالات تجميع هذه الحالات من مصادر مختلفة هذه المصادر هي بالأساس المنظمات غير الحكومية والجمعيات الوطنية المشتغلة على هذا الموضوع التي تشتغل على قانون اللجوء أو على ما يمكن أن يمت بصلة إلى هذا القانون مثلاً ولكن نتحدثه على الجمعيات التي تحدث عن اتجار بالبشر مثلاً ولا حتى الهيكل العمومية التي تختص بهذا النوع من الإختصاصات بطبيعة الحال تتعرض فيما تتعرض إليه إلى حالات يمكن أن تدخل في هذا الباب سوف يقع الاتصال بجميع هذه الهيكل وقد وقع معك والله سنة وقد وقع في مناسبات لأنه حاولنا أن نعدى شيئاً لهذا التقديم وقع الاتصال بهذه الهيكل اللي مدنا بالحالات وهو ما يكون بالنسبة إلينا ضمانة على صحة ما نقول لأنه أول نعرف أنا أنه نلقا عن بعضين لما بشتتحدث شكون قلي أن الحالات هذه حقيقية يمكن أن تكون من صنع خيالي واضع قاعدة البيانات من قال ذلك لا أحنا سنعتمد على كل الحالات الموجودة لدى هذه الجمعيات لدى هذه المنظمات غير الحكومية لدى هذه الهيكل أيضاً الإدارية والحكومية الموجودة ومراكز البحث المختصة أيضاً في الجامعات وأيضاً سيكون هناك عمل على ce qu'on appelle les recueils de jurisprudence en la matière معناها القضايا المنشورة الكتب التي تجمع القضايا المنشورة حول قانون اللجوء ونعرف أن العديد من الدول في العالم تصدر إما ما حاكمها أو إذا كان عندها لجنة مختصة مثلاً كما في فرنسا تصدر التجميع لجموعة قراراتها وبالتالي لدينا عمل على مستوى الكتب وعلى مستوى المراجع العلمية يجب أن نقوم به لتجميع هذه الحالات وأيضاً عمل على مستوى الميدان لأن تكون هذه الحالات جميعها متوفرة لدينا بطبيعة الحال في حدود الإمكان وهي ليست قاعدة ليست قاعدة لكي تجمع جميع الحالات نحن لا نعمل في عمل مخابراتي وهي قاعدة لتعطي أقصى قدر ممكن من الرؤية لهذا الفرع من فروع القانون هذا هو هدف هذه القاعدة إذن بعد تجميع هذه الحالات سوف يقع تبويبها وتوثيقها حسب أنموذج مواحد وتبويبها لضمان النفاذ إليها وبطبيعة الحال هنا لن يكون القانوني هو العامل على هذا الباب بل سيكون مختصاً بطبيعة الحال في إعداد قاعدة البيانات معنى إنفروماتيسيان معنى إنسان مختص في هذا لماذا؟ لأنه سيكون هناك أيضاً محرك بحث يمكن الطالب أو الأستاذ أو الباحث من الولوج اهتماداً على معايير قد تكون هذه المعايير معيار هكذا نفكره رواه ويمكن اليوم بالعكس هو مجال للتفكير وقتين نعرض هذه القاعدة خطر ساعات واحدة وقتين يفكر مش بضرورة يفكر من ورقة بيضاء إحنا عرضنا القاعدة وليوم نجمونا نأخذ الفيدباك معناها من بين ما فكرنا فيه من معايير لإعداد هذه القاعدة وإمكانية الولوج إلى هذه القاعدة فكرنا في معايير الفصل الذي وقع تكريسه من فصول الاتفاقي مثلاً هذه الحالة عندما أدخل أنا نقول مثلاً ننغفولمان يعني أعرف ننغفولمان بالعرب كيف يفش؟ هذا المبدأ كيف سيتم تكريسه أن ندخل مثلاً على البرنسيب ننغفولمان لا ننغفولمان لجميع الحالات التي ستكون مرتبطة بهذا المبدأ لما أتحدث عن مثلاً إسناد صفة اللاجئ لما أتحدث لما أتحدث لما أتحدث لما أتحدث لهذا الشخص نظراً لكذا منع منع سفة اللاجئ الفصل الأول زاد ف المادة الأولى واو منع كل المواد يمكن أن أدخل انطلاقاً من المادة يمكن أن أدخل انطلاقاً من الحق لما نكتب الحق فالتنقل ممكن أن تدخلني هذه القاعدة إلى هذه الحقوق ممكن أيضاً أن يكون من المعايير للدخول إلى هذه القاعدة معايير البلد معايير مثلاً حصول الشخص على إقامة من عدم حصوله المعايير مختلفة ويمكن أن نفكر فيها أيضاً أيضاً مع بعض ماذا ستمنح هذه القاعدة هذه القاعدة ستمنح للمدرسين أولاً أمثلة حية أمثلة حية عن تطبيق قانون اللجوء تمكنهم بطبيعة الحال من تأثيث درسهم النظري هذا أولاً ثانياً ستمنح للطلبة أمثلة حية عن تطبيق القانون الدولي لقانون اللجوء وستقنعهم بطبيعة الحال بجدوى دراسة هذا الفرع من فروع القانون ويمكن أيضاً الطلبة بهذه الطريقة يمكن استقطابهم أكثر للمساحات والعيادات القانونية الكلينيك جوريديك بمعنى أن وقت الذي يقتنع في الدرس بيدو أن هذا يطبق لذلك يذهب إلى الكلينيك ويذهب إلى قناعة معينة ومعنى أن بمعنى أن كلينيك جوريديك نحن في تقنع بمعنى بمعنى شيئاً بمعنى نحن نحن بصدد القيام بأشياء حقيقية نقولها أكثر منها حتى فعلية بأشياء حقيقية لأن هذا الفرع من فروع القانون القانون الضوء للإنساني يجب أن تكون إنساني حتى تحب الكلنا الموجودين هنا يجب أن نجينا من إنسانيين نعملنا نوع آخر من أنواع القانون فما قوانين ليس إنساني أحد أطرف هذا القانون يجب أن تحب أن تثق في هذه القيم وبطبيعة الحال هذا يساعد على ثقة في هذه القيم بالنسبة للباحثين أيضا معناها يمكن أن يسهل للباحثين الحصول على المعلومات وبطبيعة الحال يربحهم في الوقت في وقت كثير وكبير لإيجاد أمثلة حول هذه المسألة نعرف إذا كان واحد يحضر في تزدو دوكتورا على قانون اللجوه إذا كان يجب أن يجب جولوس بويدونس لما تتطلو في بعض عملنا له سبعين بالمئة من خدمة حضرنا له سبعين بالمئة من خدمة يحب لفواجات وإنبار يحب ودرشنية ودرشنية يجب أن يلم موهو هذوكم ويجب أن يرى الحالات ويقوم التصالات ووقت وكذا وواحد هذا كله يمكن أن يسهل للبحث بطبيعة الحالة وليسهل لنحن وليسهل للبحث أن يقوم بهذه العملية أنه لقد مرحب نزوز أنثلة اشتغلنا عليها حتى ترى كيف يمكن أن تكون قاعدة البيانات مثلا اشتغلنا على حالة السيد جون من رواندا هذه حالة واقعية في تونس اشتغلنا عليه بلده الأصلي رواندا بلد الاستقبال كان تونس الهيكل المتعاهد بالملف هو المفوضة العليا لشؤون اللاجئين من غير يجب أن يكون مصدرنا مصدرا موثوقا وفدنا بأن سيد جون غادر رواندا خلال عملية الإبادة سنة 1994 واستقر بتونس بطبيعة الحال في الباز دوني ظروف دخوله إلى بلد الاستقبال وبعدين نرى هذه المعايير هل تم الاعتراف بصفة اللاجئ على أساس المادة واحد اثنين من اتفاقية جناف أم لا وهنا أضع ملخص الحالة لأنني أقدم شيء للمجموعة أضع ملخص الحالة لكن الحالة على خام موجود كل الملف لدينا وتصلنا بالمفوضية ومكانتنا من الملف في إطار التعاون الذي نستشرفه معها الأعتراف بصفة اللاجئ مثلا هنا تلقى تم الأعتراف هناك حالات مثلا وضعيات متنافية مع منح صفة اللاجئ المادة واحد واو الحصول على الإقامة السيد جون له إقامة في تونس منذ أكثر من عشرين سنة هناك طالب أن هناك شخص جاء لتونس وعلى أساس اتفاقية جونيف وحصل على الإقامة في تونس وعلى أساس هيكل الدخل كل هذا يمكنه من أنه يلمس قانون اللوجوء الضمانات ما هي الضمانات التي أسندت إليها هل هناك هل تمتع بحصانة جزائية هل تمكن من الضمان ضد الإرجاع ما هي ظروف إقامتي الحق في التنقل أنه تحدثت معه حتى معنا الشخصة تحدثت معه مباشرة عمنا انترفيو معه الحقيقة لن تكذب عليكم البارح خاطر الحالة وتحصلنا عليها في آخر وقت هل أنه عنده الحق في التنقل ما هي المشاكل التي يفهم قليلين مارس في حق في التنقل داخل البلاد وخارجها بحرية تامة الحق في العمل يعني أن يذهب ويأتي ويأتي البارح آخر نهار ويأتي على المطار يعني أنه مسافر حسنا الحق في الصحة الحق في تكوين أسرة السيد هذا موجود في أسرة وعندها زوز صغار وزوز صغار يدرس في مدارس عمومية تونسية وطوى السيدة قدم مطلب للحصول على الجنسية التونسية لذلك هذا هو حق الذي يظهر كيفية قانون الوجوء نجم يسمح للشخص بأن يعيش في بلد مستقبل حالة فقر قضائية في فرنسا مثلا نجد تلقى حالات من هذا النوع في الباس دوني مثلا هذه حالة قدام السيد كوميسيون ركور للغفجيين سنة 96 متع تاجيرورا هو شخص بلده الأصلي رواندا وطلب اللجوء ومعروفة هي حتى قضية تقدم التربونال الانترنسيون بورواندا موجود تاجيرورا وطلب اللجوء في فرنسا وعلى ماذا وقع منع على أي أساس وقع منعه من هذه الصفة ومنع اسند هذه الصفة على أنه كان وزيرا بالحكومة الانتقالية وفي ذلك الوقت شجع ولو بصفة سلبية على اقتراف ما يسمى بجريمة الإبادة ونسى أنك دول أختيك البرمي F واحد واو فهذه نوع طريقتنا التي كانت لتقديم هذا القانون يمكن لطلبة نجم تكون مشموقة على شخص متمرس في القانون يقول لأي القانون تطبيقه ولا نستحق إلى هذه الأمثلة لإثبات وجود للقانون لا لا نفهمين لكن بالنسبة لطلبة يبقى هذا المعتهام وشكرا على اهتمامكم عيشك شكرا على هذا التقديم alors si j'ai bien compris c'est un projet de base de données elle n'est pas encore tout à fait au point mais c'est un élément important pour illustrer disons pour aussi bien les chercheurs que pour les étudiants le droit humanitaire et que contrairement à une idée largement répandue comme quoi le droit international c'est théorique en fait non le droit international a aussi des implications pratiques et il donne lieu à une application même si elle n'est pas toujours d'origine contentieuse parce que nous surtout les publicistes interdistes ont le droit pour nous et c'est plus du contentieux notre source principale c'est le contentieux mais il faut peut-être changer un peu et switcher notre notre programmation interne pour enseigner ces nouvelles ces nouvelles matières et puis pour attirer aussi les étudiants et susciter leur intérêt parce qu'il n'y a rien de plus déprimant pour un enseignant que d'avoir un enfant qui ne suit pas manifestement c'est lui c'est la personne dont je parlais tout à l'heure très bien alors du projet tunisien nous allons passer à la présentation de madame Christine Flamand assistante de recherche au centre Charles de Vichers pour le droit international et européen et membre de l'équipe droit et migration qui va nous entretenir d'une autre source éventuelle et de bonne pratique en matière d'enseignement du droit des réfugiés les MOOC à vous la parole madame merci beaucoup madame la président merci beaucoup à tous de votre présence et merci aux organisateurs de me donner l'occasion de parler de cette expérience qu'on a menée en Belgique à l'université catholique de Louvain de développer un MOOC et donc je vais vous donner plein d'informations sur ce MOOC parce que qu'est-ce qu'un MOOC ça c'est celui qu'on a réalisé et qui vient d'être mis en ligne depuis le 2 octobre je vais vous en dire plus dans la seconde partie de mon intervention je vais d'abord un peu vous donner plus de détails sur ce qu'on entend par un MOOC donc MOOC c'est en anglais ça veut dire Massive Open Online Course donc c'est un cours en ligne qui est ouvert à tous et donc c'est un outil pédagogique de qualité qui est mis en ligne par les universités mais ça peut être aussi par d'autres acteurs ça peut être par des entreprises pour leurs employés mais ici moi je vais vraiment parler de celles qui sont réalisées par les universités alors ce cours est ouvert à tous il est open il est ouvert à tous tout le monde qui a envie de s'intéresser à la thématique qui est intéressé peut consulter ce site il est gratuit donc l'information est mise à disposition de tous gratuitement donc ça a quand même pas mal d'avantages avec l'avantage de l'outil en ligne qui fait qu'on peut toujours alimenter qu'on peut facilement avoir accès à la documentation en cliquant sur les liens URL c'est vraiment très pratique et nous même on peut le mettre à jour aussi en fonction des évolutions ah non 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 il faut pardon il faut juste laisser l'image pour commencer oui on reviendra plus tard sur le parce qu'on va on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne mais dans la seconde partie de mon intervention on laisse l'image alors qui peut s'inscrire toute personne intéressée par la thématique des réfugiés la thématique qui est qui est que le MOOC adresse évidemment ça peut être toutes sortes de thématiques et donc ça a l'avantage d'être très large il y a certains MOOC qui exigent des prérequis à l'avance donc des prérequis de bac ou master avant de pouvoir s'inscrire mais d'autres qui sont accessibles aussi à tout public donc là on peut retrouver vraiment toutes les personnes intéressées de manière très générale c'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour ce MOOC-ci je vous en reparle tout à l'heure et du coup aussi les personnes qui le souhaitent peuvent avoir un certificat au bout de leur apprentissage et c'est ce qu'on demande en général pour les étudiants parce que l'idée c'est que ce certificat puisse être aussi mis à profit dans le cas des études et valoir pour des crédits comme on dit chez nous dans le cas d'un apprentissage qui sera beaucoup plus complet qu'uniquement le fait de suivre le MOOC puisque le MOOC a quand même aussi des désavantages puisqu'il est à distance il est en ligne il n'y a pas de présentiel mais je voudrais d'abord vous parler quand même aussi de son objectif et de ses avantages surtout donc c'est un outil pédagogique à disposition des étudiants qui est composé de capsules de capsules surtout mais qui contient aussi du texte de la documentation donc pas mal de références auxquelles aussi se réfèrent les professeurs et les experts dans le cadre de leurs interventions il fait intervenir des experts il fait intervenir des témoignages parfois enregistrés donc en capsules vidéo mais ça peut aussi être des textes écrits donc on a vraiment une variété de supports pédagogiques pour amener l'information auprès des étudiants et des personnes intéressées donc il est vraiment alimenté par différents canaux ce qui en fait toute sa richesse donc on a un bon équilibre finalement entre un un enseignement théorique et pratique parce qu'il est prévu que après une présentation par exemple théorique d'un professeur ou d'un expert on va avoir des exercices qui stimulent l'interactivité on va aussi poser des questions dans des forums permettant en fait aux personnes d'interagir en ligne donc en temps réel et l'intérêt aussi c'est que les personnes vont interagir en se répondant elles-mêmes donc il n'y a pas toujours besoin d'un suivi enfin il y a de toute façon un suivi qui est organisé par le professeur ou un assistant mais il y a aussi une richesse dans les échanges entre apprenants et à nous de modérer un petit peu ces espèces de réactions des personnes en général avec notre MOOC là sur les migrations on voit qu'on a affaire à des gens qui sont vraiment intéressés par la thématique et qui s'enrichissent des échanges il y a évidemment aussi l'évaluation qui fait partie du MOOC donc on a outre ces exercices un peu interactifs à la fin de chaque module aussi un test qui reprend l'essentiel de ce qui a été dit au bout de chaque section et à la fin aussi un test certificatif qui reprend l'ensemble du cours celui-ci peut être prolongé éventuellement d'un mémoire ou par exemple en Belgique maintenant à l'UCL on a développé un micro-master qui comprend quatre cours quatre MOOC un en droit international humanitaire le droit international public le droit les droits de l'homme et le droit des investissements et donc on a un micro-master de quatre cours si les étudiants qui eux alors ont vraiment un apprentissage bien ciblé et des évaluations aussi très très ciblées réussissent les quatre épreuves ça vaut pour 20 crédits dans le cadre d'un cours de 60 crédits et donc ce qui se passe après c'est qu'ils doivent venir en présentiel alors du coup à l'université pendant six mois pour terminer cet apprentissage donc ça c'est déjà un moyen de faire mais on peut aussi très bien se contenter éventuellement d'un certificat pour un cours et que le professeur estime que cela vaut un tel nombre de crédits dans le cadre d'un cours qui est donné donc voilà ça c'est un peu les différents aspects dont je voulais vous parler dans le cadre du développement d'un MOOC nous on a choisi de développer un MOOC sur les migrations qui s'appelle le regard croisé sur les migrations comme vous voyez l'idée c'était vraiment d'avoir des approches différentes sur la thématique transversale des migrations et d'avoir des approches des vues vraiment aussi différentes par discipline donc on a vraiment favorisé l'interdisciplinarité l'interdisciplinarité pardon il y a six facultés qui ont été vraiment impliquées dans ce MOOC qui est bon des facultés en sciences humaines donc il y avait les juristes les économistes les psychologues anthropologues sociologues et enfin les les je réfléchis les démographes voilà pour avoir une approche vraiment tout à fait intégrée de la question des migrations donc on a ce MOOC maintenant qui est en ligne depuis le 2 octobre et il a été divisé en six sections le premier qui aborde les aspects des récits des trajectoires migratoires le deuxième module c'est les aspects plutôt de tendance migratoire et démographique quels sont les chiffres en matière de migration le troisième c'est la question de la protection des réfugiés protection et migration et la quatrième section c'est la question des aspects discours sur les migrations les aspects préjugés mais aussi les aspects médiatiques donc on a mis tout ça dans une section qui s'appelle migration et discours une cinquième c'est un peu l'apport des migrations par rapport à l'économie de chaque pays ça c'est important aussi je crois une dimension aussi qu'on oublie parfois et la dernière concerne les questions des trajectoires familiales et donc le module 3 ça concerne la protection et là je propose qu'on regarde voilà comment le cours se présente quand vous allez sur la plateforme EDX donc si vous voulez aller voir le lien vous allez sur la plateforme EDX EDX qui met ce cours à disposition ça peut être donc regard croisé sur l'immigration et vous allez tomber vous allez devoir prendre un login et vous aurez accès au cours par exemple je vais vous montrer donc on va vous montrer le troisième voilà ça c'est la section protection et migration on a vraiment plusieurs aspects d'abord la violence institutionnelle et l'immigration donc c'est un petit peu le contexte général des questions des droits de l'homme et de la violence institutionnelle on a aussi les questions de santé mentale dans ce chapitre là et puis on a vraiment la question de la définition du réfugié puis la procédure etc donc on se proposait de vous montrer une petite capsule sur par exemple dans le cadre de la définition du réfugié la persécution et le lien causal ça vous voyez à quoi ça ressemble donc une petite introduction écrite et puis on a la capsule vidéo qui est introduite par Jean-Yves Carlier qui est professeur à l'UCL la convention de Genève de 1951 sur le statut de réfugié définit le réfugié comme suit toute personne qui craignant avec raison d'être persécuté du fait de cinq motifs et se trouve hors de son pays d'origine deux aspects l'un objectif l'autre subjectif l'aspect objectif c'est de se trouver hors de son pays d'origine il faut le savoir ça veut dire que la convention de Genève ne couvre pas les on peut s'arrêter là c'était juste pour montrer un peu comment ça fonctionne et alors ensuite il y a un exercice à la suite de cette capsule auquel les personnes vont répondre dans le cadre de cette interactivité qui est favorisée pour voir si les personnes ont bien compris ce qui a été dit dans la capsule et alors également il y a des forums où des questions sont posées par rapport à certaines thématiques et où donc les apprenants vont interagir entre eux donc ce qui est important dans cet outil je pense c'est qu'on met à disposition des informations par exemple sur la définition du réfugié un vrai cours bon c'est pas l'entièreté c'est pas uniquement consacré à la définition du réfugié et aux droits des réfugiés mais ça insère la thématique dans le cadre général des migrations des droits de l'homme et de la vie familiale on a l'idée aussi de développer un MOOC plus tard sur vraiment la question des réfugiés mais ce qui est important c'est qu'on met à disposition cette information à des apprenants partout dans le monde donc par exemple là ce MOOC-ci qui a été lancé le 2 octobre pour l'instant on a 1000 apprenants un peu plus de 1000 apprenants dans le monde dont la moitié est en Belgique et l'autre moitié est partout en Europe il y en a au Maroc il y en a au Canada parce que je sais que Gabor avait fait un peu la promotion de l'outil ici aussi auprès des collègues qui étaient impliqués dans dans le Maghreb dans les conférences le Maghreb protège donc on a vraiment on atteint beaucoup de monde du moment que les gens ont l'information sur l'existence du MOOC et donc je vous encourage de toute façon si ça vous intéresse à éventuellement aller voir ça peut aussi être un outil dans le cadre de votre formation dans la formation que vous donnez aux étudiants et d'avoir des outils des exercices à disposition de la documentation les références tout se trouve en ligne bon alors c'est un gros travail en soi d'élaboration et de coordination évidemment au départ on a un peu défini les objectifs d'apprentissage ce qu'on voulait que les gens que les étudiants retiennent de l'utilisation de cet outil et après on a estimé aussi qu'il fallait voir si ces objectifs avaient été atteints d'évaluer les acquis d'apprentissage en bout d'apprentissage et donc pour l'instant cet outil est en ligne il a démarré le 2 octobre et il est séquencé ça veut dire qu'il s'étend sur 3 mois il va se terminer le 21 décembre et on ouvre les modules chaque 2 semaines donc là on a ouvert le second module qui est celui de la démographie et le troisième sur la protection s'ouvre le 23 octobre donc très bientôt c'est mardi prochain donc si vous le souhaitez vous pouvez toujours vous joindre au groupe pour participer à cet exercice et de toute façon si vous le faites vous pouvez le faire de manière certifiée mais aussi de manière audite comment on appelle ça audite c'est uniquement participer au cours un peu de manière sans vraiment avoir un objectif clair à la base enfin l'objectif d'apprendre mais pas d'avoir un certificat il y avait encore une chose que je voulais vous dire oui le contexte dans lequel a été développé ce MOOC c'était le fait qu'on avait avec plusieurs facultés voulu organiser des conférences sur la thématique des migrations et d'avoir des vues différentes des prismes différents des différentes facultés différentes disciplines et ça a donc donné l'idée de mettre toutes ces trichesses des interventions lors des conférences dans un outil pédagogique qui pourrait être accessible à beaucoup de monde voilà c'est un peu ce que je voulais vous dire sur l'outil du MOOC et je reste à votre disposition pour toute question à ce sujet merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation d'un autre outil pédagogique celui des MOOC en fait quand vous parlez de certificats qu'on peut obtenir ou des crédits qui peuvent être validés il faut que ce soit vraiment dans le cadre d'une habilitation d'un diplôme qui est délivré par chez vous ça ne peut pas être ouvert à tout le monde parce que si je pense par exemple à certains de nos étudiants ils ne peuvent vraiment pas parce que les cursus sont différents mais le fait qu'ils puissent être auditeurs ça ça peut c'est aussi intéressant voilà voyez moi j'ai commencé déjà le débat je vais vous laisser merci de votre question c'est quelque chose sur lequel je voulais venir aussi en fait en guise de conclusion c'est en fait que l'ancrage des MOOC d'apprentissage à l'université est difficile même chez nous alors que on a élaboré ce MOOC au sein de l'université on sent que les facultés sont réticentes à l'introduire dans leur cursus et donc c'est un peu dommage parce qu'on a deux outils en parallèle donc là il y a un effort justement au niveau du micro master en droit international public et droit de l'homme d'intégrer ça vraiment dans un cours bien défini mais pour l'instant on a des difficultés à avoir un code cours par rapport à ce cours là il y a juste les psychologues qui ont obtenu un code cours et ça fera donc partie l'apprentissage pour une partie des crédits mais en effet ça concerne que les étudiants de l'université chez nous en effet bien donc nous avons commencé le débat alors on fait un tour comme ça à droite et de droite de ma droite à gauche et on revient si on a suffisamment de temps sachant que nous avons une vingtaine de minutes donc je vous prie d'être assez bref et bref et bref dans vos interventions pour qu'on puisse donner la possibilité à chacun le voulant d'intervenir on commence par madame Causa de Beige alors bonjour Causa de Beige maître de conférences agrégées de droit public à la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de Tunis et d'ailleurs j'ai l'impression que notre faculté s'universalise parce que ce matin je me sens presque chez moi c'est-à-dire lié à notre chère doyenne idéalement très chère collègue Amir Hadl Mejli et beaucoup d'anciens étudiants et des collègues alors justement je vais juste vous livrer un tout petit peu mes impressions par rapport en fait à ce que j'ai pu assister ce matin c'est-à-dire l'intervention notamment de Halt alors par rapport justement à notre manière d'enseigner c'est-à-dire tu as présenté cette base de données comme étant un moyen si vous voulez de créer l'engouement chez les étudiants alors ce qui me gêne un tout petit peu par rapport effectivement à ces nouvelles je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable c'est pas grave il faut bien que quelqu'un le fasse c'est-à-dire les nouvelles techniques d'enseignement un peu l'interactivité un peu c'est-à-dire peut-être aussi ces bases de données qui sont très fonctionnelles c'est-à-dire je comprendrais parfaitement l'utilité d'une base de données pour un chercheur pour des experts pour des formateurs mais pour un enseignement du droit des réfugiés ce qui serait très bien par exemple dans une licence fondamentale du droit public alors justement vous savez tous que quand on enseigne c'est-à-dire nous sommes des juristes et vous savez que le droit c'est l'art de la fiction c'est-à-dire axé trop sur des exemples pratiques je pense que ça pourrait dévier si vous voulez la fonction du cours d'un cours c'est-à-dire comme on l'entend classiquement qu'on a appris un tout petit peu dans notre cursus pédagogique presque un exercice expertal parce que ce qui est très important justement à enseigner aux étudiants c'est l'art de la fiction c'est se faire quand même des catégories apprendre à mener une démonstration en fait puisque j'enseigne et tu le sais donc le droit de la mère essentiellement à la faculté j'ai pensé à faire un cours justement interactif via des cartes et par la suite j'ai renoncé parce que je pense la fonction justement d'un cours de droit de la mère c'est d'amener réellement les étudiants à peut-être se représenter virtuellement une carte c'est ça en fait la force du cours et donc peut-être justement j'aimerais avoir un peu tes impressions par rapport à cette question là merci très bien merci alors monsieur c'est qui moi je suis caché alors je ne vous ai pas vu parce que vous étiez caché par alors monsieur et monsieur je vous remercie madame la doyen moi je suis un peu je suis gêné par l'intervention de chercheur en droit jeune chercheur tunisien je suis gêné par rapport comment dirais-je par rapport à la sous-estimation du côté théorique on commence toujours par présenter le côté théorique à travers des définitions les limitations des concepts etc et après on passe au côté pratique si on peut le faire moi je ne suis pas juriste je suis enseignant chercheur à l'université je suis spécialiste de l'immigration sur ce historien et on présente toujours des études de cas pratiques après les définitions théoriques je crois qu'il faut y avoir toujours essayer d'avoir un équilibre entre le côté théorique et le côté pratique et ne pas se précipiter parce que j'ai bien vu que dès le premier cours on doit présenter l'étude de cas je crois que ça me gêne beaucoup voilà merci merci beaucoup alors le jeune homme que j'ai en face de moi il vous donne la préséance merci c'est très gentil je voulais juste faire un commentaire sur les deux premières questions intervention en défense de notre présent notre intervenant mon expérience c'est que le droit d'asile c'est quelque chose de très pratique on peut apprendre la théorie mais pour comprendre des concepts comme le groupe social ou la persécution ou la protection internationale il y a en fait très peu de théories et beaucoup de cas donc très souvent si vous regardez le recueil des droits des réfugiés c'est plein de jurisprudence surtout en anglais parce que c'est à travers la jurisprudence que ces concepts sont évolués donc c'est profondément différent du droit de la mère où on a vraiment besoin de beaucoup d'imagination ou bien des sciences sociales aussi donc je crois naturellement la théorie c'est important mais selon notre expérience c'est absolument important d'avoir la pratique aussi parce que c'est un champ de droit où l'application c'est important où il y aura des réfugiés qui ont besoin des avocats qui ont besoin d'officiers de protection des juges qui connaissent le sujet c'est pas seulement l'art pour l'art on a besoin des professionnels pratiques aussi justement désolé d'officier 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 des juges des juges au grand David de l'art d'officier de l'art vous vous d'officier pour cette première dans cette décision des encore une qui est وباقتراح من الأستاذ مايا سحلي وهي مفوضة لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب شكراً أستاذ أشكر الأستاذ كذلك لا أنسى على حسن الضيافة والاستقبال من طرف اللجنة المنظمة لللجنة المنظمة لهذه الدورة التكوينية اللي هما أعضاء في نشكر المحهد العربي لحقوق الإنسان ونخص الأستاذ أو الأخت سناء والأخت هاجر إذن يعني الشكر نجمل خليها لو نحدك في النهاية خدري أنه الوقت دهمنا وفرما عدينا من الدخلات يعني أكلامي يعني طلبت المدخلة هذه بخلفية الوقت بخلفية الوقت وكلنا أجمعنا يعني كلنا أجمعنا يعني الأخ من المغرب والأستاذ كذلك دب بيش هكذا بخلفية الوقت بخلفية الوقت بخلفية الوقت بخلفية الممارسة وبخلفية يعني تطور قانون اللاجئين ولما لأننا لا أثر فيها كلمة لأننا نعرف مسألة الممارسة وفيما يتعلق بقانون اللاجئين خصوصاً أنا أربع أيام بتعليم مكثف يعني كان عندنا برنام مكثف من التسعة للسبعة تلعشية سبعاً في المسائل فيما يتعلق بالمسألة لو سمحت كان عندك سؤال لا عندي سؤال إذا تقديم مداخلة في وقت محدد يعني تطلب تجاوز المفاهيم العامة للقانون والقانون الدوري مصادر قانون فروعه ودخول فيه ومسألة وجود قانون دوري إساني إذن كون أن القانون اللاجئين هو نظري ولوجوده لحالة عملية وتطبقه لحماية دوري اللاجئين غير صحيح وأن الوثيقة المقدمة وهي كتاب من مفوليات الممتحدة لشؤون اللاجئين في البردة العربية خمسون سنة من العملية الإنساني يرجع في مسألة موارسة حماية للاجئين والحماية دوري للاجئين إلى التاريخ القديم إلى التاريخ القديم وأن كتاب التوراة يذكر لنا كتاب التوراة يذكر لنا أن أستاذ دبش لو سمحك أنا أول اللاجئين في تاريخ هما سيدنا يوسف سيدنا يوسف وأخواتي والذين تفعت به النجاعة إلى اللجوء إلى أرض مثل سنة 1650 قبل الميلاد إذن في تونس كذلك فيما يتعلق بتونس إذن أن تونس قدمت مشروع فيما يتعلق بقانون اللاجئين يعني هذه خطوة خطوة كبيرة فيما يتعلق في مسألة حماية للاجئين سؤال أستاذ هو تقريبا عندي هي ملاحظة شكرا على الملاحظة الأستاذ سيدة الفاضلة القادية أنوار مناصر شكرا على سيدة العميدة شكرا على ترأس هذه الجلسة وكذلك نذكر الأستاذ خالد أنا أفاغ لي قاضي في المحكمة الإنذارية عضوة في الوحدة القانونية للاجئين بالمعهد العربي فقط فكرة لأن الجميع أثاروا مسألة أنا عندي فكرة على قاعدة البيانات هذه ومن بين الأشياء التي تخدم عليها المعهد يعني لا يمكن أن نتحدث عن قاعدة بيانات دون أن نضع المفاهيم وتبسيطها خاصة للأشخاص الذين سيليتون إلى هذه القاعدة ثاني حاجة نحب زيادة نبه الحاجة المهمة نحن نتجأ إلى الاتفاقية الدولية بخصوص حقوق اللاجئين من صدق عليها تونس لكن ننسو أن ننسى موجودين في القرى الأفريقية وهناك اتفاقية تعطي مفهوم أوسع بكثير من مفهوم الاتفاقية الدولية ولا بد أيضا أن يقع إدراجها في هذه القاعدة كذلك الحالات أنا كقاضية أظن أنه مجرد حالات معروضة في هذه البيانات دون أن يقع توجيهها إلى القضاء ربما للأخذ التدابير الليز التي تتحول الحالات إلى سواب قضائية هذي من شأنه أن يدعم تطبيق القانون السؤال الأخرين هو بالنسبة للقاعدة حتى للحاضرين معنتها هل ستكون تركتيف لباس دوني؟ يعني إذا كان هي فقط للشخشورات والأتفاقية رهو الحالات أنا قريت دغاء كوميونيوتر اغوبية وعمت ثم حالة وقرينا ولم نقول لأخطاء حالات ملموسة الغاية من القاعدة البيانات هي أن يقع التعريف بهذا القانون للعامة وغيرهم وذلك لماذا يجب أن يكون أكثر منهجية في تقديم هذه القاعدة؟ الثانية، نعود أن نأكد أن مدام نيل ذكرت أنه سيكون هناك لجوء ربما لأسباب المناخية وغيرهم نحن نأكد على أن الكنفنشيات الإسطنبول أعطاة أخرى دفنشيات متاع على الريفجيات وهي هم فم بكتئم دوالنس بزيولنس بزيارة لذلك هناك نووال نوال 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 نتغير والثالث هو أنه ربما المفهوم الموجود في الاتفاقية من عام 2050 وتتطور مفهوم الوجوء ربما تكون قاعدة البيانات هذية إذا كان فيها أساس انتراكتيف أنه ربما تونس تكون هي مجال في أن يقع التوسيع هذه الاتفاقية ونتقدمه بأكد مجال اللاجه وهذا تكون ربما من تونس مع الدول المغربية مع هذا الإطار الواسع من السود المداتيغاني ونسيبات الجوغل للنور نمشي في تقديم مثل هذه التنقيحات ربما الاتفاقية الدولية وبالتالي ربما نطرح مسائل وقعية لما يكون معروضة في وقت الحروب ووقت الواحد نأكد بربي على الاتفاقية التي صادقة لها تونس سنة 1989 المتعلقة باتفاقية الورجانسات الأفريكية شكراً 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 أنا بش نقتحم عليكم يعني ميدان الأكاديميين لأنني لا انتمي إلى هذا العالم الجميل تبقينا عندي بعض الملاحظات يعني حول ما قد ماتنا المدخلات خاصة أنه يعني بسيفتي كناشط في الحق الإنساني يعني الانطباع اللي نتابني هو أنه كما لو أننا في الندوة هذه مررنا من يعني مطلب هو أنه كيف ندمج مادة حق اللجوء في يعني مسار التدريس الجامعي فأصبحنا نتحدث عن إجراءات بداغوجية يعني كمشي تجاوزنا يعني المطلب أوكي، إلس سجي دو بون براتيك تبقينا يعني تم سرطان لابسوس كن برنسيب يعني جبان كن أكاديميسيان دوة سنبيشي يعني مثلا يعني أن نتحدث عن اللجوء السياسي هو في الواقع يعني هي خطأ يعني فادح وقع في دستورنا لسنة 2014 لأنه اللاجئ السياسي هو حالة خاصة من حالات اللجوء فمثل ماش كاللاجئ السياسي ثم اللجوء لأسباب أخرى عديدة اذكرها يعني قانون اتفاقية 51 بالنسبة للإجراءات أنا سي خالد الماجري يعني عرفته كمختص في القانون الدول الإنساني ويظل تم يسرتين دي فورمسيان أكاديميك دانس السنس يعني هو تحدث عن القانون الدول الإنساني بمعناه العام فأدمش فيه يعني القانون اللجوء والحال أنه قانون اللجوء والقانون الإنساني هو مادتين دي ستانج يعني ما تماش ليه سبب ليه سبب؟ هو أنه يعني حاصلة للقانون الدول الإنساني والحال أنه بالنسبة يعني للقانون اللجوء لا توجد محاكم على ستار بلا سيبيه ولذا يعني إذا كامش نطلقوا من حالات خاصة صحيح موجود وبيداغوجيا يلس في يعني بش ندخلوا للسيط نتاع الهالسيار في الربريك نتاع ديترميسان للسيطاتيو رفجيه توطلق العديد من الحالات قد اتر فكتب لكن هي في الواقع ترجمة لحالات حقيقية لتحديد صفة اللجة اللي عالجها الهالسيار يعني في مختلف أنحاء العالم أه أه يعني أهلما كنت تسيح؟ أهلما كنت تسيحة أغلب أنكم أجب أنكم أترجمة جدًا أترجمة لكساة لكساة لقد أرى أنت أغلب محاكمة أغلب كم يترجمة أغلب في المعارضة في حاجة الشركاء في الطعام على المعلومات التكتبع في تدع الانتطائع العام، التي يومها هذه المحارات بالنسبة للحديث أجل صباحً سنة واستدارة السبب و أيضًا ربيرنا المعارضة مرحون الصباح على المجموعة يمت المتحدودين على المعارض و أيضًا بنانية الأشمن نعمة التقنية نعمة التقنية لتفهم أيضًا في الأسبوعية للدولة ورحمة الإعادة للحديث المصرفة ببعض التقنية هذا هو المحسب للمشاهدة فهو لن نعرف هذا هو ومع المهمة اليسرية على صفحة poll ماذا أنه تنظرره مددا sixills أول مددا الأخوص الذي يشعلها هل ستعرف على مددا حتى أين أصحابs فخص المثال لتصح المساعدة حول المعروف للفصل البشر الأسيق السعر وكيف يتم معك في عامل من يشعروا قد يحدث الأمي من الأشياء لا تقوم بأكي ، بالعمق للهرب خوص الجهور أكثر آخر في أعطان إلى المعاركة. يجب أن يجب أن يكون في الأعادة عن المعاركة مع الموضوعات المتحدة في السلوان المعاركة شأننا ليس لدينا وإنكتب في الموضوع الوصف وكما يأتي في المعاركة المتحدة في المعاركة سيطرع أن يكون لدينا بشكل أفضل لإمكانك أن أعطاني بحث إتعادة للغاية جهو في المنسبة للمنزل شكرا للمنزل بسقرية المنزل فتح الانتقال ومن ثم حفظ لدينا حفظ لدينا حفظ لتعرف. لأن هذا الاطق، مهمة عن حفظ لتحرف لتحرف لتحرفيه. لأن العصف، لتحرف كثيرا، لتحرف الأعب المتحدث لتحرف للمتحدث. لتحرف لتحرف الأنظام ، لتحرف لتحرف كثيرا، ولم يبدأ الهدف العمليانيين والمصادر المعارضة. انهاراستعاد اعمال مرتكس قطعش استاد الأنفال لا تقصرى الاقتصاد ويجاعدل أراهر أن نرد طوال الآباء في أمرة حقيقية خاطم نتحدث مع نفسنا نحن가는 المثيرا بل فوقع نعلم بأمور طوال الآباء من أن نحنسي قطعا نعلم ورن أريض lore تريد في أمرة حقيقية في جدين عام الأنفال بشدتنا فتوين نحن رأيت وظنسيق ومالتبع هذه الفيحة لم نحن منه في المساعدة. لكن يبقى لتوضع الجهات. لذلكم هي المهمة. وهو هذا ليس منه. إنه المهمة ليس منه. إنهم المهمة ليس منه في هذه الحالة. كلها مما يطرقى لكي يلدون أن تفعله. ومعطاره على الواقع السؤال والتعابي الأن أنه بالتعابي. ومعطاره عمي ذلك المهمة للتعابي، هو يطرق الواقع بقبار. C'est bon, c'est vrai, c'est très bien de donner la Convention de Genève, d'expliquer les choses, mais c'est important aussi de donner un aspect pratique des choses. Mais il faut savoir comment. C'est ça un petit peu, et malheureusement, on n'est pas formé dans cet esprit-là. Nos professeurs ne sont pas enseignés dans cet esprit-là. Pour revenir à l'enseignement MOOC, et ça je reviens... Il y a une manière d'enseigner qui est autre que les cas pratiques. enseignées via les e-learnings, l'enseignement à distance, c'est une pratique qui commence à devenir de plus en plus courante. Et il y a des capsules, il y a des cours qui se font. Je trouve que c'est une autre manière d'enseigner pour rendre accessible à plus d'étudiants qui ne sont pas obligés, qui sont tenus d'être dans le présentiel, donc d'assister aux cours. On a fait une expérience avec le droit des réfugiés destiné à des 3e année. Mais c'est l'initiation. C'est un peu ce que vous avez un petit peu présenté, mais en petit, petit, parce que ce sont des étudiants de 3e année. Donc le but, c'est de les initier à cette méthode, à cet enseignement, pour les amener à faire des projets de fin d'études portant sur soit un récit de vie, soit un plaidoyer sur une thématique qui intéresse à partir d'un cas pratique. C'est-à-dire, le cas pratique peut être traité de plusieurs manières. Donc, et l'étudiant, lorsqu'il s'inscrit, lorsqu'il veut poursuivre ce projet de fin d'études, il a 4 ou 7 ou 8 heures d'initiation pour un petit peu s'imprégner de la question des droits réfugiés. Et ensuite, on commence à traiter des cas pratiques concrets. Et l'étudiant, à la fin de son projet, peut présenter un plaidoyer sur une situation, une dame, sur un certain nombre de personnes. Et on termine, si vous permettez. Ou alors, vous venez assurer la modération, parce que je dois vraiment partir en m'attendant à la faculté. Je ne peux pas rester plus que cela. D'accord. Hanen Benadmen, docteure en droit et enseignante à la faculté de droit de Sousse. En fait, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les deux interventions. Et j'adresse mes deux questions à M. Khaddelmédi. Est-ce que vraiment le droit des réfugiés peut être considéré comme étant une branche du droit international humanitaire ? Et là, je rejoins monsieur. Je reconnais que, parfois, il peut y avoir un enchevêtrement entre deux situations. Une guerre, un conflit armé interne ou international qui pourrait générer des flux massifs de réfugiés. Mais est-ce que vraiment on peut dire que le droit des réfugiés, donc, est une branche du droit international humanitaire ? Et une deuxième question. Vous avez mentionné, Khaled, tout à l'heure, l'affaire Ntaje Rura, si ma prononciation est bonne. Et donc, j'ai une toute petite question. D'après ce que vous avez mentionné, il avait plutôt encouragé un crime, des crimes de génocide, des actes de génocide. et on sait que c'est un motif d'exclusion de motifs de réfugiés. Donc, est-ce que vous pouvez, Khaled, vous éclairer un peu sur cette affaire ? Et je vous remercie. D'accord. Est-ce qu'on peut leur laisser le choix de répondre et après, un deuxième tour ? Comme ça, ce sera plus intéressant. Moi, je finis le premier tour et je vous laisse dire le second. Merci beaucoup. En fait, je tenais mon portable tout à l'heure parce que j'étais en train de noter les questions. Donc, j'étais très attentif à vos questions. Par rapport à la première question, droit et fiction. Tout le monde sait que le droit est une fiction. Là, on est d'accord. Mais le droit est une science, c'est une fiction, mais aussi le droit est une technique. Et je suis tout à fait d'accord quand Kauther me dit que pour enseigner le droit, il faut apprendre aux étudiants le réflexe de... Voilà. Mais aussi, pour enseigner le droit, il faut apprendre aux étudiants aussi de faire des cas pratiques et d'être dans la pratique. Il y a des matières, il y a des matières. Il y a des matières, il y a des matières. Il y a des matières, il y a des matières. Il y a des matières qui s'apprêtent à avoir un enseignement pratique. Et là, c'est par l'expérience quasiment dans tous les états du monde. Quand on enseigne, il y a quelques matières comme le droit international humanitaire. Ça s'enseigne dans toutes les facultés de façon pratique. C'est des cas pratiques qui s'enseignent. Le droit des réfugiés aussi. Gabor l'a dit aussi. Le droit des réfugiés aujourd'hui, en enseigne de cette façon. C'est le droit des réfugiés qui va apprendre aux étudiants un réflexe juridique quand même. C'est le droit de la mère qui va leur apprendre la fiction. Et dans un cursus universitaire, l'étudiant a besoin des deux. A besoin des deux. Ceci n'est pas le fait que dans le cours, parce que monsieur a dit la précipitation vers les cas pratiques, non, je ne dis pas que ça sera le cours. Je dis que ça sera un outil que va utiliser l'enseignant pour avoir des cas pour illustrer dans son cours. Cours théorique. Cours théorique, ce qu'il va dire. Donc, ce n'est pas le cours, ça. Hein? Voilà. Il y a eu, c'est ce glissement qu'il y a eu. Ce n'est pas le cours, ça. Ça, c'est un outil qui va servir à l'enseignant de préparer son cours et enrichir son cours. Ce n'est pas le cours. Un. Deux. Que le droit humanitaire, le droit des réfugiés, je peux prétendre que je suis spécialiste du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire, le droit des réfugiés, se recoupe. Et quand je l'ai dit, je l'ai dit en arabe, j'ai dit le droit international public, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés, donc je sais ce que je dis. J'ai dit que le droit des réfugiés est une branche à part qui a des recoupements avec le droit international humanitaire. Je n'ai pas fait l'amalgame. Non, du tout. Autre chose, c'est par rapport aux affaires. Par rapport aux affaires, moi, je ne parle pas que d'affaires. Je parle de cas pratiques aussi. Je parle de cas pratiques. Et ces cas pratiques, en fait, quand on parle de Nathijura ou autre cas, c'est une désillustration. On a des cas qui n'ont pas été devant ni le tribunal pour le Rwanda, ni la CPI, ni rien du tout. C'est un des cas. Il se trouve que l'exemple soit un exemple qui a été illustré devant le tribunal. Ça, c'est... Voilà. Bien, allez, Mme Tukhourjbe. Bien. Alors, moi, je m'excuse de vous laisser en milieu de séance, mais vraiment, je ne peux pas rester plus que ça. Je voulais vous remercier toutes et tous de votre attention. Les intervenants, bien sûr. Et peut-être garder en tête que tout est question de dosage. Voilà. Bonne continuation. Tout à fait. Donc, voilà. Ça, c'est la dernière question. Les questions aussi ont été très importantes par rapport à l'interactivité. ça sera interactif ou pas. Bien sûr que ça sera interactif, mais, voilà, on est en train de mettre en place cette base de données. Donc, c'était ça, les questions qu'on attendait. Est-ce que ça va être interactif ou pas ? Est-ce que ça va prendre en considération comme critère l'étifaké et l'effetaké ? Oui, aussi. Moi, j'ai présenté un exemple quand j'ai parlé de la Convention de Genève pour faire vite aussi. mais je parle aussi des articles de la Constitution tunisienne qui peuvent être une base d'entrée. Je parle aussi de plusieurs manières, autres instruments juridiques qui peuvent être des critères d'entrée dans cette base de données. Voilà, je crois que... Donc, Brabier, on ne parle pas de précipitation parce que ce n'est pas de la précipitation. On n'a pas dit qu'on va entrer aux étudiants et leur dire voilà, c'est le droit des réfugiés. Vous avez fait 4 jours de droit des réfugiés et donc, voilà, ce n'est pas ça, le droit des réfugiés. C'est les cas pratiques, le droit des réfugiés. On n'a pas dit ça. On a dit que les étudiants vont étudier le droit des réfugiés en bonne et due forme. OK ? Et que cette base va aider et les étudiants et les chercheurs et les enseignants à peaufiner leurs cours, à aussi rendre leurs cours un peu plus... un peu plus vivants. Merci beaucoup. لأنني كما سيديتكم لكل حاضرين السيدة القوضات وكذلك السيدة الأكاديميين في حاجة والطلبة في حاجة إلى مصادر معلومات باللغة العربية لأنني جو رجوع ميسيو جابور لجوريسبريدانس موجودة باللغة الإنجليزية موجودة على الويب سايت تبع المفوضية وكذلك المنظمات الدولية ولكن ما ينقصنا فعلا هي مصادر معلومات باللغة العربية الإعلاميين والإعلاميات كذلك في الدورات السابقة أكدوا وحثوا على وجود قاعدة معلومات التي تيسر العمل وهذا التفكير الذي بدأنا فيه في المعهد مع شركائنا وهذه القاعدة هي الأولى وما زالت نفكر فيها وسوف تعمق لسيما لابد أن يكون فيها كل المراجع القانونية أكيد من ذلك وكذلك الحالات لجوريسبريدانس ونحن كذلك بسادة إعداد مرجع خاص في حالات فق القضاء لي تكون مرجع للسيد القضاء نحن مزلنا تجربة جديدة في تونس نحن نحن بسواء بالتونس نحن بساعدة به خانون من حالات التونسي شكرا للمشاهدة بوثينا بن كريديس كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية أردت أن أحيي الأستاذ خالد على قاعدة البيانات وأنا أعتبرها ضربا من التجديد وفي هذا الإطار أردت أن أتساءل عن مدى قابلية هذه القاعدة للتطبيق فعليا وعلى سبيل المغامرة لماذا أردت أن أتساءل أيضا عن إمكانياتي تقدمها بالتوازي مع طريقة الكلسيكية التقليدية لتدرسي قانون الوجوء في تونس شكرا 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 وبالطالماً، ل migrated قبل وبيعادة اربطتك للمشاهدين عندما نفس الإنسابات عبرت موضوعين وقم إليه وكبال يسألون الانتظام أحماس ماذا نعماته مع التاليم وقل عملتهاط مهماساة حسنًا، عملت كمن الأفراد للغة مع بإنقاء طريقة بالتقليلية البحث أن لدينا بعض المعتادات يريد أن يتعين هذه الانذى لدينا تجريبه لن يجب علينا الانتصال لأفرادة من قبل في هذا الوقت، من المعارضة، على المشاركة ينسيطانية. أعطيها مستقبل. أغفربي أمام المهارات، أمام المكوناة، وليس مستقبار. نعم كما أنت مستقبل سنة، كما أنت ذلك مستقبل بيسرقان، مستقبل بيسرقان المختلفة، كما يسرقًا من نحياناتيسة، ويسأل من نظام الانتقال بيسرقانيسة، اخليÓ أفضل عم viu شدامي راجعة خلال إستوار واحدة جميع ذلك لأتوار مباشرة. أفضل عمرهم كيالا يحتاجون إلى سيدي يموهر مليون ليس ليس ممتلكون أن وثرقنا نعرف أنه تنتظر إلى مدلعا قد transformation جديد رئيس ومحصام التعليم ومحصلة إلى بحيث الإنساء مع المستقبل من المحصلة قدًا أجل تحدي بإمليان أستطيع أفعله لا أفعله في مستعيش ، سألت بشكل أفضل. أفعل بعض الألمات التي تقوم بها لكي تقوم بسأول عن الأحيان. وهذا يبقى يجب أن يدعوه في المستعيشة. يوجد أحداهم في مستعيشة في مستعيش. ويقول تقول ذلك عندما تتخيلة الجامعة ، انا تقول أننا سنقوم بكي سأتحدث عن تدفع. لكن لديكم أردكم هذا الأمر. العام الدوليون ينظف مجالبًا للحصول على الأرض. نحن الأرض كتبين في تلك الدوليون في أردفع اردفة جه شيئًا. لكن لذلك أردفع أن تصحيح لغتك أن يكون لغتبًا. لغتك أن تصحيح لغتبًا لغتبط عليم الأرض. أنه يكون لغتك أن يكون لغتقدي. Et ça je le fais au début. Pourquoi ? D'abord ça les choque, c'est vrai, parce qu'ils se demandent pourquoi je mets de côté tel étudiant, tel autre. Mais je leur explique par la même, voilà le ressenti de ceux qui souffrent de discrimination sur la base des catégories de personnes, de catégories vulnérables. Donc je pense qu'on peut toujours, à travers des enseignements, faire en sorte que les étudiants soient attirés par la matière. Ce que l'on veut créer, c'est de l'attractivité. et lorsqu'on crée l'attractivité à travers des cas pratiques de la jurisprudence, des jeux de rôle ce que je fais est dur parfois parce qu'ils se demandent cette enseignante elle arrive et elle nous dit je vais vous dire carrément un jour j'ai pris un groupe de filles qui portaient le foulard dans l'amphi, je leur ai dit mettez-vous là de l'autre côté elle se demandait pourquoi j'avais dit ça je leur ai expliqué c'est parce que ça on crée une discrimination sur la base de l'appartenance religieuse كيف ربكتر أن أعصدت شئيء لسهوم بطريقة؟ والمين أعطين كيف نئكتبت، أعتقد أن الآن أعطين ما هل أو أكثر؟ والمين انقلت الخاصة، أعطين أن اطلعar بالقاني أعطين المتحدثة، وإنماذا أعطين عودة، للإقالية، والأخصص، ومع بسرعبات، وكيف إلى أن أعطين على سعيد لنهتشيء، وكيف أعطين أعطين ذلك، ومعرت أن الحمز تقام، عندما جمبلت اعصب تل تعيد الفضاء هل شجح شغل رمض؟ عندما نتدراني التالي بالتلقاء تتوقف لكي يمكن درسيارة حيث نظر كم وضع اجعلة لن اجعلة تلقاء التلقاء الوضع تلقاء التلقاء وضع تلقائي نحن نتحدث عن ما شخص مغمي اعطيك اجلسس التالي اكتب اجلسس 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 إن نظر مما علقاً. إن نظر نظر مما علقاً، من يمثل بما أن ينطف حليث. ون نظر مقود جزيحاً، وليس نظر نقود جزيحاً في العنية. ولا تتكتير بالاتجس، إذن، أيضاً، زيكون هاملين مشكلتباً دائرةً مع يحققات في الأخرى. أنت تخلق التجارة من المفترة بدقة التي تصدق بذلكها، وأن نسينانا نسينا نسيذ أي يمكن أن نتغادر في نفسنا عقل ويوطل التجاريز مستخدمية في مجهوراً كل ما نحantes في نفسي فهل السؤال، انتظر تعليقية في نفسي نقذ لك، انتظر تكون دائمًا، انتظر انتظار موانه، انتظار المواطن والأساس والحصول الهى أيضاً في العالم، وربطا تشريت نفسي ورعยاً، وتشار إلا وقال ، ينس struggle يجب أن يكون مجالاً وقالا ندره كما اكتبت في الفقاة وكما هو هو أكتب في الأمور وقالل من إلحالة كن أتتبع وقالل تعمل وقالل تقول لكم بإمكاننا أقل وقالل تجنب وقالل تجنب وقالل تتعب وقالل تجنب وقالل تجنب تجنب ونحن قلت بكم بكم جزيلاً سمحوني سمحوني وقد نتاخرنا الأربعين دقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر